خالد سوف نحاول إذن التعرف على مسيرتك الفنية وعلى حياتك وعلى الأقل بعض المحطات منها بداية وقبل أي شيء ما حقيقة هذا السؤال الذي يحير العديدين هل صحيح أن خالد لديه الجنسية المغربية كذلك لديك كائنة الجنسية المغربية لأنه تضاربت الأنباء جاءت خبر بأن لديك الجنسية وبعد ذلك أنه تم تكديب ذلك الإعلان الوحيد الأول هو الإعلان هو المشروع قانون جديد لازم يدخل في الواجستر أول مرة اللي أنا شوفتها كذلك هي كان العالم كله شافة الإنترنت بعد الناس لو كل واحد يقول عنده جنسية ما عنده شي جنسية لقد كانت أول مرة أخرى أيضا رسمي ومكتوب إذن أنت لديك جواز صفر مغربي أم لم تتحد فرق؟ لا أزال حد لم تتحد فرق هذا لكن لديك الجنسية أيو الله العدد الحمد لله أنا بلا جنسية لجا الحمد لله حسر حين مغربي هذا ما كنت أريد أن أقول هو أن جمهورك واسع سواء بطبيعة الحال عربي ودولي لكن وعندي وحد السياسة في دماغي هي كبرت يعني مليك مليك كنت صغير وفولتي لم يكن لديه في دماغي الحدود بين المغرب والجزائر بين المغرب والجزائر والتونس نحن كبرت مع ثلاثة بلدان الجزائر والتونس والمغرب اللي هم أخوان ونسميتهم كنا صغار كنا يقولوا كل شي المغرب الكبير العظيم بالنسبة لي لم يكن لديه افتراق وأنا جاي من غرب الجزائر غرب الجزائر هي مدينة وهران اللي هي أندلوس إحنا أندلوس إحدانا إسبانيا وإحدانا المغرب وكبرنا يعني كبرنا مع المغاربة يعني والمغاربة الجارية اللي كانت عنا في الجزائر يعني ما كانش ما نقدرش نقول أنت براني أنت مغريبي وانا أنا جزائري يعني كانت نفس عائلة عائلة واحدة كأننا شعب واحد بالنسبة شعب واحد طيب سوف إذا نعود معك إلى أيام الطفولة التي تحدثت عنها أنت ابن وهران وهران الباهية كما تسمع تأثرت بأسماء فنانين كبار في هذه المدينة يعني وهران معروفة جدا بزخم ثقافي بالعديد من أسماء هذه التقافة وأنت يعني بفضل كل من تغنى بهذه المدينة ومن بينهم أنت تعرفنا على السيد الهواري على الحمري على السيدي بالعباس كل هذه مناطق من هذه المدينة هل بالنسبة لك وفي حياتك وهران لها مكانة خاصة؟ بالنسبة لي يعني كنقوله بالفرنساوي وما كان بلاد فيها الميناء فيها البور كما كنت نقول من السابق كانت بلاد فيها المناطق منطقة استراتيجية ومهمة كما كنت تصغير من الوهران من حلة عيني وعرفت الموسيقى كبرت يعني كان عندي عمي وكبرت معهم كان عندهم كل شي الأسلوانات كان عندهم كائد سوفينيغ كان كان عندهم دفاتر دكريات ادفقت الذكرية، ادفقت الذكرية كنا عندهم كل واحد وكان عنده فنان يعني فنان فرنساوي ونعرفت ليشوسات نوار مع ايدي ميشيل دونطان ونعرفت جاك برال وعرفت بياف وعرفت كذلك كان واحد يسموه فيغان مغرب الاصل يعطيك الصحة أنا زمان مي كنت صغير كنت شو بلي غرونت زافيش فيغون من هالي جيت لفرنسا سألت يعني مشيت عند الناس تقفين يخذوا في التليفزيون الفرنساوي سألت كنت مولوك كنت فان البغيل جوني هالي دي كده وكده وفيغون ما نعرفوش فيغون استغربت أنا بالنسبة لي ما كنت عايشو أهلانو صغير بالنسبة لي فيغون كنت قولي جوني ولا فرنساوي يعني مغني فنان فرنساوي إلا واحد المرة طعت مع واحد أكبر فنان فرنساوي جيبان سيتيلي كيب مع جوني لزانسيان يربي سيتسميتو قالي خالد فيغون اللي هو ما نعرفو فيغون في السنوات الأخيرة. صح. وهران كذلك من كنت صغير. عرفت التقافة السمنيولية. كبرت مع خوسيليتو. كذلك. صغير كان أكتور وفنان. مغني. خوسيليتو كنقوله بالفرنسوي. العندليب. كني عنده اللفت. صح. هي كان أحسن صوت اللي عرفته أنا صغير. من بعد. عرفت بالنحية من جهتي أنا. الأول أغاني اللي تربيت بهم. هي مع أبراهيم العالمي. محمود الإدريسي. من ناحية جوارين. المغرب. كبرت بهذه التقاليد. كنا عايشين مع بعض. من الآن. هناك فنانين كذلك. نتحدث عنهم. أحمد وهبي. وبلوي الهواري. وهنا نتحدث عن قلب وهران مرة أخرى. أحمد وهبي. أحمد وهبي مرة. هو الذي ردنا وهران وهران ستخساره. أحمد وهبي. أحمد وهبي. مولود. مولود في ليل الفريول. في فرنسا. في مارساين. جزيرة فريول. من بعد صبح مغني. يعني. هو أمه. لا حسب ما أظن. يعني كانت أمه فرنساوية. وكذا. مغني وهراني. يغني. يغني. وأحمد وهبي. واحد المرة. عملت في المغرب. حصلت معي. حضرت معي. أنا كبير. مشهور. عبد الهدي بالخياط. في مغربي. وكانت قادرين. سألوني. قالوا لي. غني. أحمد وهبي. تعالي. وكان سألوني. وكان معي. وكان سألوني. تظهر عن جادة. كي تظهر عن جادة. ودري. سألوني. لقد أعطفنا. أحمد وهبي. قال لي حالد. كنت صديقي. أخويا. وعاش عندي في المغرب. بل كنت في استعمار. عاش عندي في المغرب. وفي السبع السنوات. هنا في داري. عايش معايا. لكن هذه الفنانين لدي سألوني. ويرحمة ذاتي. توفية مؤقترة. هذه الناس بكري زمان يكونوا في الاستعمار. فنانين كانوا كذلك بالنسبة لي كانوا تلك مجاهدين. يعني هذو كانوا فنانين بالنسبة لي في الغرب. كانوا هم يغنوا كانوا يفوتوا الماسج للمجاهدين اللي كانوا في الجبل. وكانوا هذو الفنانين تلك الغرب كانوا كانوا مشاكل وين كانوا يمشوا. بوسيك زيلي يمشوا المغرب. فهمتي؟ وكان من جهة أخرى كما نقولوا إحنا ربح درياسو هذو. وكان من جهة أخرى مجيت لست. الشرق جزائر. أحب الحدود التونسية. كانوا ناس كذلك كانوا يكفوتوا الماسج. وكانوا يحوسوا عليهم الشرطة والفرنساوية. وين يروحوا يروحوا لتونس. كان توحد بين هذو البلد. خالد دعنا نعود إلى العائلة. أود أن نتعرف أكثر على عائلة خالد. الوالد كان شرطي أعتقد. أيها. لم تكن لديه في البداية ثقة كبيرة في أنك ستنجح كمغني على ما يبدو. هل كان بأي طريقة يتعامل معك وحبك للفن؟ المشكلة على ما نحن في الدول المغرب. كنت جنونة، سيغلت للرجالة، لأولاد. لدينا دائما مؤسسة على ماما. أنت تقرب أكثر من الأم. والأب لا. صارب. يعني هو اللي يحمي البيت. وهو اللي يعني توح الميت كلب بالبيت. لديه الهباب وصعب. هو المعلم الكبير. يا الله. أنا كنت مولوع بالموسيقى، أنا لم أدرست موسيقى. كنت صغيراً كنت نحب نرسل صفحة. وحب نحشو بلعراس وكذا. وفي الليل كنت ندخل أمي كان دي من مسكنت السنانيز وكذا صباح تدخل. كنت أريد أن ندق تفتح الباب. وقد كانت تخبي على أبوه. وقد كان يدخل مسكنين نعم، وقد كان يقل للأولاد تعشاء ورمني عسين. لكنك أنت لازلت خارجاًا. أنا برا، أمتل معي، واحد المران بعد كي عرف اسمع باللي، أول أسطوانة اللي سجلتها، وأنا صغير، واحد كي خرجت الأسوانة يعني دارت مشكلة في الجزائيل، كلهم قالوا وين هذا الشاب هذا اللي خرجه جديد، جاء واحد شريخ مع أبويا لأن أول أسطوانة فقط للتذكير وعمره كأربعة عشر سنة تقريبا أيوة، فأربعة وسبعين طريق الليسي طريق الليسي أي الطريق إلى التانوية طريق الليسي أنا معلي الولدة الثالث الصغير أنا كنت ديما الصبح أنا أملت لوني أنا اللي أولي الأم أنا اللي رح نشيل حليب ومن بعد كنت نخرج منه وخرج من المدار الصبح يعني كان عندي مشوار طويل باش نوصل الى حتى اللي يكن وصل للتانوية كانت عقبة هذيك يعني طريق صعب هذيك العقبة غير صغيرة يلي كانت عدم لك دو قولي يعني طريق الليسي عقبوك عياتني ليقدر يعني افتتاح للدنيا يعني أحيان مشي لنا الشوال بتاعه وناخده معايا مش نطلعوا للبيت يعني افتتاح عندي موت ومشتاح عندي قلت له أنا جا عندي قال لي ما تحشيفش انت يا راكم وزعل عليا قال ليش حال أخذت فلوس وده خبي على أمك وكذا وكذا قلت له أنا اتفجعت قلت له يلا تعال معايا ندك عندها تسجلت عنده مشيت لعنده قلت له أخويا اعطتني شي فريسات ولا شي حاجة قال لي لا قلت له يا الوالد الوالد خزر فيه قالوا أنا أعطيته مئة مئة دينار يعني لا حليل جدا وان أورو أورو واحد يعني يعني كان شانها مئة دينار يقول لي مئة درهم يعني يعني لك الوقت يعني ها قلت له ها الحقيقة أنا ما نخبي يعني ليس لك دخل ضخم كما كان يعتقد البعض وهو زعل قال لي لا الموسيقى وكذا 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 وحد المرة نزعد شو لا أعطيتم أن أخذنا لأخذنا وكذا 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 وكذا